ألاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، سوريا، العراق واليمن، إضافة لأفغان، عبروا الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي إلى لتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة. قتل وأصيب خمسة مهاجرين يمنيين على الحدود البلاروسية برصاص الشرطة البولندية. في وقت سابق قال الحرس البولندي إنه عثر على أربع جثث عند الحدود البلاروسية لمهاجرين يعتقد أنهم غير شرعيين وأنقذ ثمانية مهاجرين منهكين وسط المستنقعات. وكالة بيلتا الحكومية ذكرت أنه عثر على جثة امرأة عراقية على بعد متر واحد من الحدود، وقال زوجها إن حرس الحدود البولنديين اقتادوهما رغما عنهما حفاتا وتحت التهديد إلى الجانب البلاروسي. عثر بجانب الجثة على ثلاثة أطفال عراقيين ما زالوا على قيد الحياة. الحكومة الليتوانية تحمل بيلاروسيا ورئيسها لوكاشينكو مسؤولية هذا الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بين البلدين. ويرى أن لوكاشينكو يريد من خلال ذلك الانتقام من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظامه. في اليونان لا يبدو الوضع أفضل حالا. صحيفة ميسا غير الإيطالية قالت إن السلطات اليونانية تجبر المهاجرين على العودة إلى الجانب التركي في بحر إيجا. ونقلت الصحيفة شهادات عن دفع المهاجرين أربعمائة دولار لمهربي البشر من أجل الوصول إلى الأراضي اليونانية. وهناك تعرضوا للضرب وسلبت هواتفهم ثم قام خفر السواحل بتفكيك محرك القارب ودفعهم باتجاه الساحل التركي. هيومن رايتس ووتش قالت إن قوات الأمن اليونانية ومسلحين مجهولين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا اعتقلوا طالبي لجوء ومهاجرين وعنفوهم واعتدوا عليهم جنسيا وسرقوهم وجردوهم من ملابسهم ثم أجبروهم على العودة إلى تركيا. كما طالبت المنظمة الحقوقية أثناء بالالتزام بمثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاتهاد أو أي أذى خطير آخر. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قامت بتقديم العديد من المقترحات إلى الحكومة اليونانية بهدف المساعدة في إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة الحدود اليونانية التركية. المقترح شمل ضمان حماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين بما في ذلك حق اللجوء.